أدعو مشاهدينا لمتابعة الجزء الثالث من الحوار الخاص اللي عمله زميلنا وصديقنا العزيز أحمد دريني مع أمير حدود داعش رشيد المصري أو فهمي الأسود أو هيثم كما كان اسمه في شهادة الميلاد الاسم اللي خلقه به ربنا قبل ما يضع لنفسه أو يوضع له أسماء حركية يوم الخميس اللي هو بكرة ساعة تسعة مساء على الوثائقية اتفرج على هذا الجزء أعتقده جزء شديد الأهمية وبالمناسبة اتفرجوا على الوثائق خير بها وعشرين ساعة والله عظيمة تنبسطه طبعا فيما عدا توقيت برنامج التاسعة ده موضوع تاني أكلنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام كان شعورك إيه وإنت بيجي لك هدية بني آدم أو بني آدمة خلينا نتكلم عنهم أنهم سلعا لأنه هو في الواقع ده الحقيقة كيف عمل أفراد التنظيم سبايا الأزيديات الأمير له حق في ناخد قرار في الأسرة استرقاق الأزيديات جزء من صناعة الصورة الزينية وجود الانحراف شيء منطقي ضربة رؤوس الجلداء وناس إحنا حزب أو سلطة بقوة الأمر الواقع أين الرحمة والقلوب إحنا ليس علينا فرض أين برأيك دولة الإسلام غابت فيها العدل ومن غيره لا ملك ولا دولة أمير حدود داعش في حوار خاص مع أحمد الدريني الجزء الثالث الخميس التاسعة مساء على الوثائقية